السياسية العالمية والعربية والمشكلة الأسرية يعني هكذا تناولي لقضية المرأة فكيف أتكلم عن المرأة بدون أتناول الاقتصاد أو سياسة أو الحرب أو السلم كل ده مرتبط ببعض فإنت بتسألني عن مشكلة الوطن العربي كله وليس فقط مشكلة نصف المجتمع لأن النساء هم نصف المجتمع أي انتكاس اقتصادي أي استعمار أي استغلال بينعكس على الرجال والنساء زي بعض فإذن هي القضية قضية الوطن دلوقتي فضلت الشيخ هل يمكن أن نلخص العملية بأكملها بأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية بحتة في الواقع إن قضية وطن أو غيره معلوم أن الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى إلا أن المرأة طماعة تريد أن تبطل هذا الحق وتريد أن تقول إن المرأة والرجل على حد سواء هذا هو لب القضية وليس كل النساء إنما أعني أولئك اللاء يردن أن يصلنا الله أعلم بنواياهن لكن أقول هن ومن وراءهن من رجال يريدون أن لا يعترفوا بأن الرجل رجل وبأن المرأة امرأة وأن الله خلق المرأة بتكوين وخلق الرجل بتكوين وأن الله يقول في كتابه في محكم كتابه وليس الذكر كالأنثى مرة أخرى القضية ليلزم كل واحد طبيعة أما تمرض على الطبيعة والخروج من داخل إطار خلق الله له هذه هي القضية فقط كلمة الطبيعة تغيرت يعني أنا كطبيبة ما زر دراسنا في الطب أنا درست جسم الإنسان شرحت جسم الرجل وشرحت جسم المرأة شرحت عقل الرجل ومخه وشرحت مخ المرأة ما فيش أي فروق أبدا هناك خلايا أنثوية للتردان السعداوي تجعلها إذا ما بلغ السن الرشدي ينهل سديها ويبدأ صوتها في أن يكون نحيفا أو رقيقا ويبدأ يسموها في أن يتلون ويجعل الرجل كذلك عندما يصل لسن الرشدي يخشن صوته ويقوى هناك هي تعترف بأنها خلايا أنثوية الجينات فيها خلايا أنثوية وخلايا ذكورية تشكل الرجل تدعوه لماذا لماذا لننقلب أنثى أنا دلوقتي إحنا أنت دخلت في الخلايا وما أعطنيش فرصة يعني أنا درست الخلايا يعني دعني أتكلم هناك خلايا أنثوية وذكرية طيب هذا الكلام هناك خلايا تدعلك أنت أنثى وأنا رجل أم لا طيب أم أنا وأنت ممكن أن نكون مزيجا واحدا طيب لا دا إلا أن نتكلم كربيبة لسنا طيب يا شيخ سنأتي على هذا المرور تفضل أنا عندي نظرية تقول حينما يرتفع الصوت في الجدال دعيكي من الجدال ادخلي في الموضوع معلش طيب يا شيخ ادخلي في الموضوع أنا عارز أقول إيه أنا هادئة في المناقشة لأن حجتي قوية مرحبا ادخلي في الموضوع نعم طيب يا شيخ ستدخل في الموضوع أنا سأدخل حينما أريد أن أدخل في الموضوع أول حاجة أنت تكلمت عن الخلايا أي خلايا خلايا العقل المخ جولدا ماير خلايا مخها حكمت إسرائيل وهزمت رجال عرب كثيرين جدا إسرائيليات حضرتك بتقول أنهم عندهم أزداء رغم أنه بيملكه وسادي بيرضع ركبوا طائرات وهزموا العرب سدي إيه اللي بنتكلم عنه الآن السدي لا يمنع المرأة من أن تركب طائرة وتقتل شعوب عربية أمريكيات نساء أمريكيات جم هنا في الخليج وقادوا طائرات في حرب الخليج وقتلوا عرب رجال ونساء وأطفال في حرب الخليج هذا هو النقاش اللي نقشه مصلحة الوطن اقتصاد الوطن كيف نحمي هذا الوطن بنساءه ورجاله وأطفاله من النهب الاستعمال لو سمحت أكمل لأن ده دخلنا في قضية المرأة طب ما البقرة عندها سدي والجموس عندها سدي الفارق هنا فارق في النوع لا في الدرجة يا دكتور أفيقي الفارق بين المرأة والرجل فارق في النوع في الدرجة الفارق بين البخرة والمرأة فارق في النوع هذا نوع وهذا نوع طيب دكتورة تفضلي وسعطيك المجال شيخ أنا أود أن الحوال يبقى في احترام نوع واحد خلص إن شاء الله سأعطيك المجال أنا أود أن النقاش يا شيخ سأعطيك المجال أولا أن يكون فيه هدوء واحترام لا سمحت سأعطيك المجال كي ترد على هذا الكلام الحق بالحق الحق بالحق فإذن عاوز أقول إيه ما سمي بالطبيعة طبيعة المرأة البيولوجية أو الفيسيولوجية لم يمنعها من أن تحكم العالم لم يمنعها من أن تكون إلهة في الحضارات القديمة لم يمنعها من أن تكون قديسة لم يمنعها من أن تكون مقاتلة ومحاربة ومفكرة وفيلسوفة فإحنا بنتكلم في ذا هذا ما نتكلم عنه إذن مقولة المرأة جنس لطيف حق يراد به باطل والجنس اللطيف ما معنى الجنس اللطيف المرأة الفلاحة أنا داية من الريف من كفر طحلة في مصر عمتي وجدتي الفلاحة كانت تعمل مثل البقرة يعني تمسك إيدها أتحدى الأستاذ يوسف كان إيد جدتي الفلاحة وعمتي وبنت عمتي زينب يدها تغلب أي روح لأنها تعزق بالفأس تعمل بالفأس وهي فلاحة هل أقدر أقول فلاحة بتمشي حفية وبتأكل جبن حد أو عيش حادق وعيش مقدد وبتشتغل بالفأس وتغلب عشر رجال من اللي قاعدين بيكتبوا في المدينة فتقولي المرأة ضعيفة جنس لطيفة دا دا مفهوم طبقي للمرأة المرأة حسب طبقتها والله إذا كانت بتجتح وتعمل في المصنع أو في الحقل فهي بتنمي عضلات قوية جدا جدا تماما كالرج كالرج نعم تغلبه أحنا طيب شيخ كيف ترد على هذا الكلام كون إسرائيليات ركبوا طائرة هذا لا يدخل في تحرير المرأة هناك ما الأعمال ما يشترك فيه البشر الكل على حد سواء المرأة الإسلامية حرابت في أول أمر عندما كان عادوا جد قليلين كونها تقول إن الطبيعة والفطرة يمكن أن تكون المرأة قوية وأن هذا لم يمنع طبيعتها كأنثة لم تمنع أن تكون إلهة هذا أخطاء البشر أخطاء البشر أن تكون مرأة إلهة هذا الكلام في حد ذاته يحمل مضامين خاطئة من ألفية لغيرها هل نحن نقول إن ما يحدث من الناس والحق أم نقول إن هناك مقياس نقلس به معنى قاضية المرأة أنا مخلوق لله وهي مخلوق لله ونحن جميعا أمرنا بأن نعمل كما أمرنا الله ما قاضية المرأة ماذا أنعمت المرأة بالفأس وقوية حتى الآن لم ترد بأي كلمة على ما قالت هو الدكتور بأي كلمة كيف لم تصب صلب الموضوع الذي تحدثت عنه مدين الإسرائيليات وحرب بعض النساء لا يعني أن المرأة كالرجل من قال هذا نسأل سؤالا ما عدد النساء اللي يتفوقنا تبرى ويبرزه ما عاد النساء لو قمنا بأحصائية ما عددهم لا سمحتي لا تقفعيني نريد أن يكون حوار فيه أدب واحترام كما قلت وهدود موجود نعم 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 موجود طيب كن مرأة تتفوق أو تحارب أو تقاتل هذا ما دخلوه قلية المرأة أنا أريد أن أفهم ما أصل القضية القضية أن المرأة تريد أن تتحرر من كل القيوج وتعمل كل شيء سواء كذا هذا العمل عقليا أم ذهنيا لم يمنعها أحد لكن المسألة قضية المرأة هي القوامة ملكية الإرادة الحرية الكلمة المرأة التي كانت إلها لم تستطع نكون إلها وناس انحرفوا عندما عودت لم يمنع البقرة أن تكون إلهة عند الهنود وهي تعبر عنه إلها هل هذا نأخذه مقياسنا منطقنا نحكو به المرأة الآن إله البقرة إله الآن وينحن الهندي لها فإذا انحن القوامة المصريين لمرأة أو انحن الرومان أو اليونان لمرأة لسه معنى هذا أن المرأة كمثل الرجل شيء الثاني عندما عملت الفلاحة بدتها في الحق وكانت يدها تغلب كل شيء هذه مسائل نازرة وشوال ولا بأس أن يكون مثل هذا لكن هذا لا يعني أن المرأة كالرجل استحالة قولها تقول طبعا نحن لا نريد أن نغرب في الجانب البعولوجي البعولوجي من اللقاش خلاوة طبيعة خلاوة طبيعة لابد أن تقر علميا بأن المرأة امرأة تكونت هكذا وأن الرجل الرجل تكون هكذا وأني لا أستطيع أن أقول عن عن أي فاكهة عن التفاح أنه مش مش وأقول التفاح المش مش سواء بسواء لابد أن أقر بفضل وهذا سؤال مواجه لدكتورة سعداوي دكتورة سعداوي الكثير يتهمون مثل هذه الأفكار يعني هناك من يقول أن بعض الحركات النسائية فعلا تريد أن تجرد المرأة من أنثتها وطبيعتها الخاصة وتسويها بالرجل حتى فيه في الوظائف البيولوجية إلى ما هنالك أعتقد هناك نوع من التطرف الكبير بهذا ماذا نعني بأنوسة المرأة أصل الأنوسة دي مفهوم طبقي أيضا مفهوم طبقي اجتماعي سياسي اقتصادي ماذا نفهم بالأنوسة هل هو تسير على كعب عالي لا مفهوم إسلامي فالله النبي نهى عفوا النبي نهى ونهى عن مرأة الرجلة نهى عن أن تكون مرأة رجلة هذا هو الحق أعطيتك المجال أعطيتك المجال سأعطي المجال أنا أعطي المجال مثلها طيب الوقت كان أقصر مما أخذت وأنا لم أكمل كلامي وأنت قطعت كلامي يا عسلان نهى عن المرأة الرجلة هي تريد المرأة الرجلة لعناها رسول الله صلى الله عليه إن كانت مسلمة هذا هو نبيها وهذا دينها طيب يلعن رده المخنث والمرأة الرجلة طيب هذا موجه لعن الله الرجال طيب المشهدون بالنساء ولعن الله النساء أنا بتساءل ما هي الأنوسة لأني بعتقد الأنوسة بتختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن طبقة إلى طبقة يعني أنوسة جدتي الفلاحة وعماتي الفلاحات مختلفة كانت بتشتغل تخرج في الفجر تروح الغيط تعزق وتعمل وإدها خشنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما هي أبعاد هذه القضية هل هي مجرد عملية اصراع بين الرجل والمرأة أم أن لها أبعاداً اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية متسابقة هل يلعب الدين دوراً في استهاد المرأة كما يزعم القض أم أن الدين من ذلك وفي النهاية فإن المرأة إن كانت ضحية فهي ضحية عادات وتقاليدتها والسؤال هنا لماذا فتلت حركات تحرير المرأة في الوطن العربية هل لأنها سارت في الاتجاه القطع لماذا أصبحت بفاع عن المرأة في بعض الأحيان أجبها بعملية بفاعاً ضد الاستعمال والاستعباد لماذا أخذت بعض الحركات النسائية طابعاً عدائياً منفراً ضد الرجال كما لو كان الرجل خصماً للمرأة هل فكرة تحرير المرأة فكرة مشهوهة وجزء من الغجل الثقافي الغربي ولماذا تمول الدول الغربية بعض المؤتمرات النسائية في الدول العربية هل وضع المرأة الغربية أفضل لكثير من وضع المرأة العربية ألم تتراجع الحركات النسائية الكثير من مفاهيمها التي صرحتها لتحرير المرأة أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للسؤون الإسلامية وصاحب الكثير من الدعاوة وآخرها دعواه المطالبة بتصديق ستان البنات في مصر والدكتورة نوالي السعداوي الكاتبة والروائية والطبيبة المصرية رئيس جمعية تضامن المرأة العربية المشاركة في البرنامج وزل الاتصال بالأرقام التالية 8 8 8 8 8 4 0 8 8 8 8 8 1 8 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 9 9 إلا بربطها بالقضية السياسية العالمية والعربية والمشكلة الأسرية يعني هكذا تناولي لقضية المرأة فكيف أتكلم عن المرأة بدون أتناول الاقتصاد أو السياسة أو الحرب أو السلم كل ده مرتبط ببعض فإنت بتسألني عن مشكلة الوطن العربي كله وليس فقط مشكلة نصف المجتمع لأن النساء هم نصف المجتمع أي انتكاس اقتصادي أي استعمار أي استغلال بينعكس على الرجال والنساء زي بعض فإذن هي القضية قضية الوطن دلوقتي فالتشيخ هل يمكن أن نلخص العملية بأكملها بأنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية بحتة في الواقع أن قضية وطن أو غيره معلوم أن الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى إلا أن المرأة قمعة تريد أن تبطل هذا الحق وتريد أن تقول إن المرأة والرجل على حد سواء هذا هو لب القضية وليس كل النساء إنما أعني أولئك اللاء يريدن أن يصلن الله أعلم بنواياهن لكن أقول هن ومن وراءهن من رجال يريدون أن لا يعترفوا بأن الرجل رجل وبأن المرأة امرأة وأن الله خلق المرأة بتكوين وخلق الرجل بتكوين وأن الله يقول في كتابه في محكم كتابه وليس الذكر كالأنثى مرة أخرى القضية ليلزم كل واحد طبيعة أما تمرض على الطبيعة والخروج من داخل إطار خلق الله له هذه هي القضية فقط كلمة الطبيعة تغيرت يعني أنا كطبيبة ما زرنا في الطب أنا جرست جسم الإنسان شرحت جسم الرجل وشرحت جسم المرأة شرحت عقل الرجل ومخه وشرحت مخ المرأة ما فيش أي فروق أبدا هناك خلايا أنثوية للتردان السعداوي تجعلها إذا ما بلغ السن الرشدي ينهل سديها ويبدأ صوتها في أن يكون نحيفا أو رقيقا ويبدأ يسموها في أن يتلون ويجعل الرجل كذلك عندما يصل لسن الرشدي يخشن صوته ويقوى هناك هي تعترف بأن الخلايا أنثوية الجينات فيها خلايا أنثوية وخلايا ذكورية تشكل الرجل تدعوه لماذا لماذا لن نقلب هذا أنثى أنا دلوقتي إحنا أنت دخلت في الخلايا وما أعطنيش فرصة يعني أنا درست الخلايا يعني دعني أتكلم هناك خلايا أنثوية وذكرية هذا الكلام هناك خلايا تدعلك أنت أنثى وأنا رجل أملها أم أنا وأنت ممكن أن نكون مزيجا واحدا لا داعي أن نتكلم كربيبة لسنا من البلاهة والغفلة والجهالة يا شيخ يا شيخ سنأتي على هذا المروح أنا عندي نظرية تقول حينما يرتفع الصوت في الجدال دعيكي من الجدال ادخلي في الموضوع معلش أنا عاوز أقول إيه أنا هادئة في المناقشة لأن حجتي قوية مرحبا ادخلي في الموضوع نعم طيب يا شيخ ستدخل في الموضوع أنا سأدخل حينما أريد أن أدخل في الموضوع أول حاجة أنت تكلمت عن الخلايا أي خلايا خلايا العقل المخ جولدمايير خلايا مخها حكمت إسرائيل وهزمت رجال عرب كثيرين جدا إسرائيليات حضرتك بتقول أنهم عندهم أزداء رغم أنه بيملكوا سادي بيرضع ركبوا طائرات وهزموا العرب سادي إيه اللي بنكلم عنه الآن السادي لا يمنع المرأة من أن تركب طائرة وتقتل شعوب عربية أمريكيات نساء أمريكيات جم هنا في الخليج وقادوا طائرات في حرب الخليج وقتلوا عرب رجال ونساء وأطفال في حرب الخليج هذا هو النقاش اللي نقشه مصلحة الوطن اقتصاد الوطن كيف نحمي هذا الوطن بنساءه ورجاله واطفاله من النهب الاستعمال لو سمحتي أكمل لأن دخلنا في قضية المرأة البقرة عندها سدي والجموسة عندها سدي الفارق هنا فارق في النوع لا في الدرجة يا دكتورة أفيقي الفارق بين المرأة والرجل فارق في النوع في الدرجة الفارق بين البقرة والمرأة فارق في النوع هذا نوع وهذا نوع طيب دكتورة أتفضلي وسأعطيك المجال شيخ أنا أنا أود أن الحوار يبقى فيه احترام نعم نعم خلص إن شاء الله سأعطيك المجال أنا أود أن النقاش يا شيخ سأعطيك المجال أولا يكون فيه هدوء واحترام لا سمحتي سأعطيك المجال كي ترد على هذا الكلام بردام الحق بالحق نعم الحق بالحق نعم فإذا عاوز أقول إيه ما سمي بالطبيعة طبيعة المرأة البيولوجية أو الفيسيولوجية لم يمنعها من أن تحكم العالم لم يمنعها من أن تكون إلهة في الحضارات القديمة لم يمنعها من أن تكون قديسة لم يمنعها من أن تكون مقاتلة ومحاربة ومفكرة وفيلسوفة فإحنا بنتكلم في هذا هذا ما نتكلم عنه إذن ما قولت المرأة جنس لطيف حق يراد به باطل والجنس اللطيف ما معنى الجنس اللطيف المرأة الفلاحة أنا داية من الريف من كفر طحلة في مصر عمتي وجدتي الفلاحة كانت تعمل مثل البقرة يعني تمسك إجها أتحدى الأستاذ يوسف كان إيد جدتي الفلاحة وعمتي وبنت عمتي زينب يدها تغلب أي رو لأنها تعزق بالفأس تعمل بالفأس وهي فلاحة هلأ قدر أقول فلاحة بتمشي حافية وبتأكل جبن حادق أو عيش حادق وعيش مقدد وبتشتغل بالفأس وتغلب عشر رجال من اللي قاعدين بيكتبوا في المدينة فتقول لي المرأة ضعيفة جنس لطيفة دا دا مفهوم طبقي للمرأة المرأة حسب طبقتها والله إذا كانت بتجتح وتعمل في المصنع أو في الحق فهي بتنمي عضلات قوية جدا جدا تماما كالرجل كالرجل وتغلبه أحنا طيب شيخ كيف ترد على هذا الكلام كون إسرائيليات ركبوا طائرة هذا لا يدخل في تحرير المرأة هناك ما الأعمال ما يشترك فيه البشر الكل على حد سواء المرأة الإسلامية حرابت في أول أمر عندما كان عادوا جدي قليلين كونها تقول إن الطبيعة والفطرة يمكن أن تكون المرأة قوية وأن هذا لم يمنع طبيعتها كأنثة لم تمنع أن تكون إلهة هذا أخطاء البشر أخطاء البشر أن تكون مرأة إلهة هذا الكلام في حد ذاته يحمل مضامين خاطئة من ألفية لغيرها هل نحن نقول إن ما يحدث من الناس والحق أم نقول إن هناك مقياسا نقيس به معنى قاضية المرأة أنا مخلوق لله وهي مخلوق لله ونحن جميعا أمرنا بأن نعمل كما أمرنا الله ما قضية المرأة ماذا أنعمت المرأة بالفأس وقوية حتى الآن لم ترد بأي كلمة على ما قالته الدكتور بأي كلمة كيف لم تصب صلب الموضوع الذي تحدثت عنه مجينة الإسرائيليات وحرب بعض النساء لا يعني أن المرأة الرجل من قال هذا نسأل سؤالا ما عدد النساء اللي يتفوقنا تبرى ويبرز ما عدد النساء لو قمنا بأحصائية ما عددهم لا تقطعيني نريد أن يكون حوار في أدب واحترام موجود يا شيخ موجود نعم نعم موجود طيب كن امرأة تتفوق أو تحارب أو تقاتل هذا ما تقلل قيادة المرأة أنا أريد أن أفهم ما أصل القضية القضية أن المرأة تريد أن تتحرر من كل القيوج وتعمل كل شيء سواء كده هذا العمل عقليا أم ذهنيا لم يمنعها أحد لكن المسألة قضية المرأة هي القوامة ملكية الإرادة الحرية الكلمة المرأة التي كانت إلها لم تستطيع أن تكون إلها وناس انحرفوا عندما يمنع البقرة أن تكون إلها عند الهنود وهي تعبر أنه إلها هل هذا نأخذه من قياسنا منطقة نحكو به المرأة الآن إله البقرة إله الآن وينحن الهندي لها فإذا انحن القدماء المصريين لامرأة أو انحن الرومان أو اليونان لامرأة لسه معنى هذا أن المرأة كمثل رجل شيء الثاني عندما عملت الفلاحة بدتها في الحق وكانت يدها تغلب كل شيء هذه مسائل نازرة وشوال ولا بأس أن يكون مثل هذا لكن هذا لا يعني أن المرأة كالرجل استحالة قولها تقول إنها درسل لا نريد أن نغرق في الجانب البعولوجي البعولوجي من النقاش خلاة والطبيعة خلاة والطبيعة لابد أن تقر علميا بأن المرأة امرأة تكونت هكذا وأن الرجل رجل تكون هكذا وأني لا أستطيع أن أقول عن أي فاكهة عن التفاح أنه مش مش وأقول التفاح المش مش سواء بسواء لا بد أن أقر بفرقه وهذا سؤال مواجهة لدكتورة سعداوي دكتورة سعداوي الكثير يتهمون مثل هذه الأفكار يعني هناك من يقول أن بعض الحركات النسائية فعلا تريد أن تجرد المرأة من أنثتها وطبيعتها الخاصة وتسويها بالرجل حتى فيه في الوظائف البيولوجية إلى ما هنالك أعتقد أن هذا نوع من التطرف الكبير بهذا ماذا نعني بأنوسة المرأة؟ أصل الأنوسة دي مفهوم طبقي أيضا مفهوم طبقي اجتماعي سياسي اقتصادي ماذا نفهم بالأنوسة؟ هل هو أن تسير على كعب عالي؟ لا مفهوم إسلامي فالله النبي نهى عفوا النبي نهى ونهى عن مرأة الرجلة نهى عن أن تكون مرأة رجلة هذا هو الحق أعطيتك المجال أعطيتك المجال سأعطي المجال أنا أعطى مجال مثلها الوقت كان أقصر مما أخذت وأنا لم أكمل كلامي وأنت قطعت كلامي نهى عن المرأة الرجلة هي تريد المرأة الرجلة لعنها رسول الله صلى الله إن كانت مسلمة هذا هو نبيها وهذا دينها يلعن رده المخنث والمرأة الرجلة لعن الله الرجال المشاهدون بالنساء ولعن الله النساء نسيتهم بالرجال هذا كلام موجه للدكتور سعجاوي أنا بتساءل ما هي الأنوسة لأني بعتقد الأنوسة تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن طبقة إلى طبقة يعني أنوسة جدتي الفلاحة وعماتي الفلاحات مختلفة كانت بتشتغل تخرج في الفجر طروح الغيط تعزق وتعمل وإدها خشنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر